السلام عليكم وحبيبكم جديد على قناة الأستاذ الفتراضي نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال معكم بخوف سوما كيف العادة وفي هذا الفيديو سأعطيكم بعض المميزات للمدرسة الحديثة والمدرسة التقليدية كنتم بزيف كتبتوا لي في التعاليق بللي أنكم محتاجين هذا الموضوع هذا النظر للضيق الوقت سأعطيكم بعض المقترحات ربما فيما تبقى في الأيام ولا فيما يأتي من الأيام سأعطيكم حجاجة التي ستكون ملائمة وتكون بأسلوب جيدة إن شاء الله إذن نبدأ بالمواصفات والمميزات ديال الأكل القراني يعني المدرسة القرآنية ففي المدرسة القرآنية لدينا ميطة دونسينيما بازي سورين ديسيبلين ستريكت لدينا واحد طريقة والتقنية ديال التعليم اللي كتعتمد على تربية ستريكت سيفر ساريما سوكي أبخي أو زابخنو لسوس ديال الأغضر وهاد النوع ديال اللي ميتودادو ديال التقنيات ولا الطرق بالأحرى الطرق ديال التعليم فهي علمات المتعلمين اللي زابخنو المعنى ديال النضيبات ولا المعنى اللي ميتودادو ديال النضيبات اللي ميتودادو ديال النضيبات اللي ميتودادو ديال النضيبات يتعلق فقط بالتربية الدينية للأطفال C'est le premier enseignement que reçoit tout enfant dans les sociétés islamiques هذه المدرسة القرآنية هي أول تعليم يتلقى هالطفل في المجتمعات الإسلامية Une formation fondée sur la mémoralisation لدينا واحد تعليم واحد تعليم تكوين بالأحراب تكوين اللي يعتمد على الاستحضار la mémoralisation الاستحضار والتدكور الانجندر la recitation mecanique sans compréhension وهذا النوع دياللي التكوين يعطينا الاستدهار la recitation لكي يكون ميكانيك بحال واحد طريقة ميكانيك يعني ما ما فيهاش دك و sans compréhension بدون فهم دك سيلي كنشوفو متلاف طرق تقليديا القديمة فكنا كي اعتمدو فاقت على الحفد دك لامموريزاشن هي بالدل الحفد لانسينا فمثلا التلاميذ غيك يحفظوا. ما ممكنش ادوهم يتناقشوا مع المتخلية لهم ولا يشاركوا ولا يجاوبوا. دونك يعني واحد كان قلوه انو سينيومو اللي كيكون ما جيستخل. انا كان عطاك المعلومة وانتا كتتتقبلها وتحفظها. ما كانش مشاركة او ما كانش تفاعل. انو غي سبكت. بالا ديفيارونس داج ديزا بخونو. ما كتحترمش لنا الفوارق ديال العمر اللي كان بين المتعلمين. انو غي سبكت. 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 فالا ديفيارونس ديزا بخونو. ما كيحترمش لاختلافات ديال العمر اللي كانوا بين المتعلمين. وهاتش اللي كان شوفوه من المدارس قاع القرآنية. ويلد مثلا في عمرو 18 العام. كيقرأ مع ويلد في عمرو 6 سنين. هاتي الصفة من الصفات ديال المدرسة القرآنية. اوزاج دوتي ارقائيك. استعمال دو حد الوسائل اللي هي قديمة. ان بلانشي طنبوة. اللوح اللي كيكون ديال الخشب. الباغت. العصار. الاركور على فيولنس نتامون كوربوريل. كيكون الاستيناد والاستعمال العنف وخاصة العنف الجسادي. باش اننا نحفزو التلاميذ على الحفظ ولا على التعلم. وايضا بالنسبة الاخر مميزة ديال المدرسة القرآنية. هاد الفيديو طبعا. عندنا واحد العلاقة سلطوية ما بين الفقه والتلاميذ دياله. ماتخ دومينو. ازاليف دوميني. ماتخ اللي كيكون هو اللي دومين. هو اللي كي مسيطر على القاعة. وليزاليف هم مسيطر عليهم. يعني ما يمكنش يتفعلوا اللي يديرو شي ردد. تفعل خصوم يخضعوا الاوامر دياله. بالنسبة المدرسة الحديثة. فهي لليو دو لابخانتيسة جيلاكور. ان المكان ديال تعلم هو المدرسة. مني كان قولو مدرسة سابدير كان قولو عدة اقسام وكل قاسم فاش كي تخصص. ماشي بحل لمسيط فقط قاعة ولا غرفة وكي تجمع فيها كل شي. بالنسبة اللي فورماتيون تكوين ديالهم. يبازي سور لدفلوبمون دياله. يعني التعليم ديالهم. يتعلق بالتطوير الكفاءات ديال التلاميذ. لانسينامون اي اكسي سور لابخنون. تعليم متمحور حول المتعلم. يعني كنشوفو حنا دك تلميذ هاداك. واش كي تديفلوبا ولا لا. واش خصوش يتمرين ولا ما خصوش. يعني ديما كنشوفو الحتياجات ديال المتعلم. ماشي شنو بغالو متخو شنو كي وافقو هو في العقل ديالو. كنشوفو انا مؤخرا ديال البتدائي اللي كان معروف. متلا بلا بيولنس وستعمال ديال العنف. فبدا كنقصت دريجيانو كي بدلو بلز اكسي فيتاي. كنشغلو التلميذ باش هكدا ما يبقاش متلا برزات. باش ما يبقاش يدير صدع. ديالو تغيير الصداي فكي كنو ديال عقاب العقاب الجسالي. فكي كنو ديالكي خلوي هوات لها. عش ديال واضح نوى الهال تقنية ديال من بينيها الى الحدي يوالي وشوفو لذيو وشوفو كي جيك تبين للو بيديو الواضح ستعملو بعض الحيان كموثائل كمانتابرة تقنوجية بيان ستعملوا بعض الاحيان منوثائل الوضعية ديالنا ما كانش استعمال متطور ولا استعمال ديال الوسائل متطورة جدا ولكن في بلدان متقدمة كاللاحظو اعتماد ديال التابلات اعتماد ديال التابلو انتراكتيف يعني استبارات التفاعلية. وايضا عدنا غولاشون بارتسباتيف اي كونتخاكتويل انتخو لبروفسور السزاريب. عدنا واحد العلاقة اللي هي فيها المشاركة يعني التفاعلية وكذلك كونتخاكتويل مبنية على واحد الاتفاق. يعني مثلا الاستاذ كيفرض على التلاميذ من الول كي نقشو له كونتخا ديال الكلاس الميتا قد ديال الكلاس مدير شادي مدير شادي دون كيتمشي هكذا الغولاشون اللي هي كونتخاكتويل كونتخير مو اعتماد فدائما الاستاذ كيدخل كيفرض السيطرة دياله على القسم وديما انا هنا مني كان ديال المقارنة فماشي بمقارنة ديال الوضعية ديالنا مي كومي مع المستوى ولا مثلا المدارس المتقدمة المدارس الخصوصية فكيتم الاعتماد ديال هات الشي بشكل كبير. دون كان هذا فيديو مستعجل باش ما نخليكو مش كتتمنه لانا طلبتوا مني بزاف وكان عارف ان هادي هي الفترة ديال الفورد فكان علي لي زاما انني ندير هاد الفيديو وبهات شكل هادا باش ما نتعطلش عليكم. ان شاء الله في قادم الايام غدي يكونوا دي فيديو اللي هما اه كيف كيف تعودتو دو جودة عالية. دون كنخلي لكم راحة والله يوفقكم يا ربي. او قبل ما نسى ما تنسوش لجام لبارتات باش هكدا تشجعوني وتموتوا يبيوني اكثر وما يمشيش المجهود ديالي هبقى نعرف ان الناس رهم كي ينتظروا ولا المشاهدين ولا بالضبط التلاميذ كي ينتظروا انني رحط لهم محتوى جديد. دونك الى ذلك كنخلي لكم مراحة ونكرر اللہ يوفقكم يا ربي.